اهلا وسهلا بحضراتكم مرء اخرى عزائي المشاهدين دخلين نروح لأخبارنا بقى أخبار البيت الكبير أول خبر عندنا النهاردة سراج الدين محمد سراج الدين يمثل الأهلي في المؤتمر الدولي للمنشآت الرياضية بدبي وفق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على صفر المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس متحدثا رئيسيا في المؤتمر الدولي للمنشآت الرياضية الذي يقام في الإمارات العربية يوم 26 يناير الجاري يشارك في هذا المؤتمر أكبر أندية العالم ومن بينها منشستر سيتي الإنجليزي وموناكو الفرنسي ورابطة الدوريين الأسباني والإماراتي للمحترفين وتلقى النادي الأهلي الدعوة للحضور المؤتمر وإدراج مشروعات النادي الإنشائية الحالية والمستقبلية ضمن جدول الأعمال وعرض رؤية كاملة عن تاريخ النادي الأهلي ووضع التسويق ومشروعات النادي الأهلي الإنشائية في الفروع المختلف وما قامت به شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية في الفترة الماضية بالإضافة إلى مشروع استاد النادي الأهلي يعد هذا المؤتمر أحد المؤتمرات الكبرى الذي يقام سنويا في قرات مختلفة ونسخة 2022 تستضيفها دبي يوم 26 يناير الجاري في أحد أكبر الملاعب الرياضية ويتم خلاله عرض تصورات الأندية العالمية لمنشآتها الرياضية وملاعبها سواء الحالية أو التصورات والمشروعات المستقبلية ويكون ذلك بحضور كبرى الشركات العالمية في مجالات التصميم والإنشاء والتسويق والإدارة للمنشآت الرياضية والملاعب بهدف التواصل بين الأندية والشركات في مجال تنفيذ وتطوير وتسويق الاستادات والمنشآت الرياضية خبر مهم جدا الحقيقة لأنه بيوريك النادي الأهلي راح لفين الفترة اللي جاية النادي الأهلي هيعمل إيه خلال الفترة اللي جاية وده من خلال الإنشآت اللي احنا بنعرضها دائما خلال القناة أو اليوم في القناة بالكامل